موسيقى طبط أوقاتكم من جديد في هذه التغطية المفتوحة لمزريات معركة طوفان الأقصى في يومها الحادي والأربعين نتوقف الآن في هذا المحور عند قراءة في الإعلام العبري حول مزريات وتطورات هذه المعركة ولعلنا نبدأها بما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي وما عرضه أيضا من أدلة قال إنها أدلة وهي مصطنعة وجدت تحت مستشفى الشفاء الدعاء وجود لكتائب القسام في ذلك المكان واستخدامه بشن هجمات على الكيان المحتل عرض بعض التفاصيل وهناك حديث كثير حول هذا الموضوع وحول النتائج التي توصل إليها جيش الاحتلال بعد كل التجهيش الذي شنه حول مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية للحديث حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر سكايب من نابلس شمالية ضفة الغربية الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عزام أبو العدس أستاذ عزام مساء الخير أهلا وسهلا أسعد مساءكم وسائل المشاهدين جميعا حياكم الله دعنا نبدأ كيف تابع فعلا الإعلام العبري والرأي العام في الكيان المحتل تلك الرواية التي خرج علينا بها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أدلة مصطنعة تتعلق بوجود القسام في مستشفى الشفاء واستخدامه انطلاقا لعمليات ضد الكيان تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يعني أولا عندما ليفهم المشاهد العربي طبيعة الحديث الذي سنتحدث به الآن يجب أن نضع حقيقة وهي أنه منذ السابع من أكتوبر والإعلام العبري والمجتمع الإسرائيلي يعيش داخل خزنة فولاذية تسمى الرقابة العسكرية الإسرائيلية وبالتالي هناك حالة من التكتيم الشديد والتحكم بالإعلام والتأليه حقيقة لرواية الحكومة طبعا لا يوجد شخص عاقل يعني يتخيل أن يوجد هناك شخص أو أشخاص يمكن أن يصدقوا ما عرض على التلفاز بأنه حقيقة لكن الجمهور الإسرائيلي في حالة صدمة منذ السابع من أكتوبر ومستعد ليصدق أي شيء حرفيا الإعلام العبري طبعا يعيش في حالة من الرقابة الكاملة والرقابة الذاتية الكاملة الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض رقابة صارمة يعني لا يمكن تخيلها وتخيل مدى صرامتها على كل من يصدق فبالتالي عندما بدأ الحديث عن مستشفى الشفاء وبأنه قاعدة عسكرية كبرى يعني المجتمع الإسرائيلي صدق ذلك والمجتمع الإسرائيلي تساوق بذلك وكان ذلك يعني واضح بأن الشارع الإسرائيلي يصدق هذه الرواية حتى النقاع لماذا؟ لأنه تم إشباعه بها خلال سنوات وليس فقط أسابيع على مدى الأسابيع الأخيرة سمعنا يعني روايات وسمعنا تحليلات بين قوسين نعم على إعلام العبري يعني مثلا عندما تسمع شخص بمستوى تسفيكا يحزكيلي وهو أحد الإعلاميين الكبار جدا في دولة الاحتلال ويدكن اللغة العربية ويعتبر حبير في الشأن الفلسطيني يقول لك بأن تحت مستشفى الشفاء بنتاج حماس وعندما بدأ يعني يفصل قال بأنه هناك نفق فتحته على عمق تسعين متر هذا النفق يقود إلى سلسلة أنفاق مكونة من ثلاث طوابق وهناك غرفة للسيطرة يعني يعيش فيها أو قاعة كبيرة يعيش فيها محمد الضيف وعائلته وهناك مقسم الاتصالات الرئيسي التابع للقسام ومخزن صواريخ وزنازين يعني يحتفظ بها أو مخصصة للاحتفاظ بالأسرة يعني كلام لا يمكن أن يصدق لكن الجمهور الإسرائيلي لأنه يستقي المعلومة فقط من وسائل الإعلام الإسرائيلية صدق ذلك عندما أسس دافيد بن جوريون راديو وتلفزيون إسرائيل ووضع قانون الرقابة العسكرية قال كلمة مهمة جدا قال ليس يهم ما يقوله العالم المهم ما يسمعه الإسرائيلي الإسرائيلي على مدى أربعين يوم من هذه الحرب لم يسمع سوى الرواية الرسمية لم يسمع سوى رواية الحكومة لم يسمع سوى ما أريد له أن يسمع وبالتالي نعم هناك تصديق صحيح أن هناك الكثير من التعليقات يعني أعربت عن إحباطها مما كان يعرض لكن هناك أيضا الكثير صدقوا هذه الرواية وصدقوا أنه يعني كان موقع عسكري وأن هذا السلاح يعني إنجاز فبالتالي هناك حالة من الضياء المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من الخوف حالة من القلق حالة من الضياء ومستعد ليصدق أي شيء كان نعم ولكن يعني أنا ممكن أتفهم ذلك أستاذ عزام في حالة أنه مستعد أن يصدق مقابل أن يحصل على نتائج حتى هذه اللحظة لم تتمكن حكومته التي وعدته بأن تعيد المخطفين أو الرهائن حسب ما تسميهم لدى حركة حماس حتى هذا اليوم هي لم تتمكن من الوصول إلى أحدهم على الرغم من مرور 41 يوم ومنها يعني أكثر من أو قرابة 18 يوما هي عمل بري على الأرض لم تصل إلى أحد منهم حيا أو ميتا بل أزيدك من الشعر بيت أنه حتى الآن لا يوجد إنجاز إسرائيلي يمكن أن يعتد به سياسيا وعسكريا وشعبيا يعني على سبيل المثال عندما طرح نتنياهو أهداف الحرب وتحدث عن أهداف هذه الحرب وضع لها أهداف قال سنقضي على حركة حماس سنجردها من أسلحتها سنقتل ونعتقل كل مقاوميها وسننهي حكمها في قطاع غزة نحق يوم الأربعين من هذه الحرب وأول أمس كان خطاب ليو أف جالنت وزير الدفاع وبالأمس كان خطاب لرئيس اتلاف المعارضة عندما نضع هذه الخطابات مع أول خطاب وثاني خطاب من أيام الحرب لا نجد أي تبدل لا نجد اختلاف نفس الكلمات نفس المصطلحات نفس التهديد نفس الوعيد يعني بني كانتس أول الأمس قال سنمحو حماس كذلك الأمر قاله في اليوم الثاني من هذه الحرب فبالتالي حتى الآن لا يوجد أي إنجاز على أرض الواقع وهذا يشكل أزمة وأزمة كبيرة جدا للاحتلال اليوم يعني بدأ الإعلام العبري يتحدث عن أن النافذة الزمنية أمام إسرائيل بدأت تضيق هناك أحاديث بأن هناك ضغوط من تحت الطاولة بدأ حلفاء تل أبيب يمارسونها على إسرائيل بسبب أولا ما حدث في المستشفيات ثانيا بسبب طول أمد الحرب والمشاهد المرعبة التي تخرج على التلفاز وبالتالي هذا سيعتبر تراجع وتراجع كبير جدا في زخم هذه العملية طبعا الشارع الإسرائيلي بدأ يتململ ضد نتنياهو وعلى ما يبدو بدأ يستفيق من صدمة السابع من أكتوبر وبدأ من أن يوجه حقده تجاه قطاع غزي أصبح يوجه غضبه تجاه نتنياهو نعم صحيح حتى أن زعيم المعارضة يائر لبي دعا إلى إقالة بن يمين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة نعم وهذا شيء يعني لافت جدا وخطير جدا لأول مرة في تاريخ إسرائيل تكون هناك دعوة لإقالة رئيس الوزراء في أثناء الحرب في السياسة الإسرائيلية وفي القانون الداخل الإسرائيلي رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للجيش وهو أعلى منصب في الدولة وبالتالي إقالته في أثناء الحرب هي مسألة خطيرة وخطيرة جدا لكن حجم الغضب ضد نتنياهو أصبح لا يمكن استيعابه أهالي الأسراء قالوا لنتنياهو بشكل صريح وواضح يعني نحن مستعدون لأن نحرك الدولة في سبيل إعادة أبنائنا طبعا في المقابل نتنياهو يستغل هذه الحرب يريد إطالة أمد هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة يريد أن يحقق ثلاث أشياء أشياء الأول الذي يريد أن يحققه نتنياهو هو بقاءه في الحكم ويعني الحصول على فرصة للمناورة نتنياهو بدأ يجهز نفسه لمواجهة لجان التحقيق بعد هذه الحرب يعني بدأ بحسب تقارير إسرائيلية بجمع مواد استخباراتية تدين الجيش تدين الشباك تدين الأمن بدأ بتعزيز موقفه أمام الجهات السيادية التي تتحمل مسؤولية السابع من أكتوبر حتى الآن رفض نتنياهو الاعتراف الصريح بمسؤوليته يعني على سبيل المثال خرج قائد أمان شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقال أنا أتحمل مسؤوليتي وسأستقيل رئيس الشباك بارليف وقف وقال هذا فشل كبير للشباك الذي يفترض أنه كان لديه معلومات دقيقة عن هذا الهجوم وأنا أتحمل مسؤوليتي وبعد هذه الحرب سأستقيل كذلك قائد هيئة الأركان أما نتنياهو فرفض حتى الآن أن يعترف بمسؤوليته الشخصية قال كلمة واحدة قال كلنا مسؤولون ولم يقل أنا مسؤول فبالتالي نتنياهو يربح من إطالة أمد هذه الحرب القدرة على المناورة ثانيا نتنياهو يريد أن يحصل على صورة انتصار مهما كان الثمن ليحسن موقفه ويخرج من هذه الحرب باستطلاعات رأي أفضل من الموجودة حاليا استطلاعات الرأي الموجودة حاليا يعني تشير إلى أن نتنياهو 18 مقعد وهذه أكبر نكسة في تاريخ حزب الليكود بينما بني جانتس رئيس اتلاف المعارضة أو الرجل الثاني في نائب رئيس اتلاف المعارضة يعني حصل حزبه على أكثر من 34 مقعد وهذا تقدم تاريخي فبالتالي نتنياهو يريد صورة انتصار يقدمها للشعب الإسرائيلي مهما كان الثمن والثمن هنا هو دماء الفلسطينيين الأمر الثالث نتنياهو يريد أن ينتقم من غزة انتقام شخصي نتنياهو قبل هذه الحرب إذا أحضرنا صورتين لنتنياهو صورة يوم كان في الأمم المتحدة وأمسك خارطة عليها الشرق الأوسط وشفظ الوجود الفلسطيني وضعنا هذه الصورة وصورة حديثة له ربما باليوم أو بالأمس نرى حجم الذل والمهانة والإمكسار فبالتالي نتنياهو يعتبر بأن غزة قضت على مستقبله السياسي وجهت له ضرب قاسم وهو في أوج عظمته نتنياهو عندما وقف تلك الوقفة في الأمم المتحدة لم يكن ينظر لنفسه على أنه ملك بني إسرائيل بل كان ينظر لنفسه على أنه سيد الشرق الأوسط الحكومات العربية الإمارات السعودية كلها تهرون للتطبيع معه خطة سكة الحديد الخطة الاستراتيجية بالنسبة لغاز البحر الأبيض المتوسط يعني كان المستقبل يفتح ذراعيه على مصرعيهما لنتنياهو لكن حدث في السابع من أكتوبر أنه عندما ديست رؤوس جنود نتنياهو تحت أحذية المكاومة الثقال ديس رأس نتنياهو قبل رأس الجنود قبل رؤوس الجنود وبالتالي يريد أن يثأر ثأر شخصي من غزة وهذا ما يقوم به الآن تمام ولكن في ظل هذا الوضع المأزوم الذي وصفته لنا والذي يعيشه ليس فقط بين يمين نتنياهو بل جميع قادة الاحتلال كيف أن أفهم التصريحات الآتية من تل أبيب عندما نقلت صحيفة الفاينانشل تايمز البريطانية عن رئيس الكيانس حق هيرتسوغ قوله أن إسرائيل لن تترك أي فراغ في غزة وما قاله أيضا بن يمين نتنياهو لشبكة سيئن أنا الأمريكية قال ندعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية في غزة للمرحلة ما بعد الحرب للتأكد بأن تلك السلطة التي ستتسلم زمام الأمور ستعلم الأطفال التعاون معنا كيف أقرأ ذلك وفي أي سياق إذن؟ يعني أولا يكثر في دولة الاحتلال الآن الحديث عن المابعديات والحديث عن ما بعد حماس فإذا أردنا أن ننظر إلى الواقع يعني إسرائيل تريد أن تطبق المثل الروسي الذي يقول لا تبيع فرو الدب قبل صيده وإسرائيل تريد أن تبيع فرو الأسود في قطاع غزة قبل صيدهم فبالتالي الحديث عن مرحلة المابعديات وحتى الآن تل أبيب لا زالت تقصف عسقلان تقصف صحيح إسرائيل لم تتقدم سوى بالكاد ثلاثة كيلومترات في داخل قطاع غزة دون سيطرة فعلية إنما هي سيطرة بالآليات أو توغل في الآليات يعني هذا ضرب من العبث يعني حتى الآن إسرائيل لم تحتل مدينة غزة في أربعين يوم التي هي ثلث كطاع غزة أو ربع كطاع غزة فبالتالي بقي ثلاثة أربع فهل ستستطيع إسرائيل أن تصمت في هذه الحرب؟ هذه مسألة المسألة الأخرى الحديث في مرحلة ما بعد حماس يأتي في عدة سياقات السياق الأول هو توجيه ضربة معنوية للمقاومة بمعنى أن مسألة القضاء عليكم أصبحت محسومة فبالتالي مسألة أننا نريد التخلص منكم أننا جهزنا الأرضية فعليا للخلاص وبالتالي من الأفضل أن تأتوا لحل وسط من الأفضل أن تطلقوا الرهائم يعني هذا يأتي في إطار الحرب النفسية أيضا في إطار إعطاء انطباع لجمهورهم بأن الحرب قد انتهت وأيضا إعطاء انطباع للجمهور العالمي الذي يتظاهر الآن لأحرار العالم الذين يتظاهرون ويملؤون شوارع العواصم الكبرى لأجل فلسطين إعطاهم انطباع أيضا أن المعركة انتهت في حين أن المعركة أبعد ما تكون عن النهاية يعني نحن أمام أربعين يوم وإسرائيل لم تقدم أي هدف واضح يمكن أن يعتد به بالإضافة إلى أنه يعني إذا كان الأمريكان يتحدثون ويقولون إسرائيل ليس لها تصور واضح لما بعد الحرب ما هي التصورات التي تطرحها إسرائيل هل يمكن أن تعود السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة هذا مستحيل لأن السلطة غير قادرة على السيطرة على الضفة الغربية هي فاقدة للسيطرة أصلا في الضفة الغربية هل ستكون هناك قوات عربية ولا دولة عربية وافقت على ذلك هل ستكون قوات أممية لن يكون ذلك هل ستستطيع إسرائيل أن تتحمل أعبائكم قطاع غزة طبعا هذا على فرض أن إسرائيل نجحت في القضاء على ما يقارب من 100 ألف مقاوم ودمرت كل البنى التحتية لكل الفصائل ودخلت قطاع غزة بيت بيت وقامت بتفتيشه وهذا سيناريو عصي على التحقيق على أرض الوقع فعلا المحللين العسكريين اليهود والسياسيين أنفسهم الإسرائيليين يقولون بأن ذلك حتى الآن مستحيل يعني كما قلت لك نحن في اليوم الأربعين من الحرب لو جئنا لننظر كشف حساب ما الذي قدمه الجيش الإسرائيلي حتى الآن طيب دعني أختم معك في نقطة مهمة جدا أنت أتيت على ذكر الرهائن هل من شيء رشح عن صفقة التبادل التي ألمحت إليها واشنطن بوساطة قطرية فيما يتعلق بالإفراج عن عدد يقدر بـ 50 إلى 75 لربما رهينة مقابل هدى يتوقف من خلالها القتال هل من شيء رشح عن ذلك؟ يعني كان هناك ثلاث أو أربعة نقاط رئيسية تقوم المقاومة بالإفراج عن خمسين من الرهائن المستوطنين وليس الجنود الذين يسمون بين قوسين مدنيين بالمقابل يقوم الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين القصر الذين الأطفال الذين اعتقلهم الاحتلال عدد هؤلاء 75 أسيرة و150 طفل أو ربما أكثر قليلا الإفراج يكون على دفعات من خلال ثلاث إلى ستة أيام من وقف اطلاق النار في كل يوم تفرج المقاومة عن دفعة من عشر أشخاص تقريبا وتفرج دولة الاحتلال عن دفعة مقابلة بحيث في اليوم الأخير يكون هناك الدفعة الأخيرة من الطرفين بحسب العدد أيضا خلال هذه الأيام الست يكون إدخال كافة المواد التموينية والإغاثية إلى قطاع غزة لكن إسرائيل تتعنت بهذه الصفقة بشكل كبير جدا إسرائيل تعلم أنه في اليوم الأول من وقف اطلاق النار فإن هذه العملية الهشة سوف تنهار وبالتالي نتنياهو تحديدا يتعنت بالشروط بشكل كبير جدا حتى يكسب وقتا أكثر في هذه العملية لأن إسرائيل تعلم أنه في اليوم الأول من وقف إطلاق النار يعني تنفيذ 40 يوم من الضغط 40 يوم من الضغط المدنيين في قطاع غزة في يوم واحد كل ذلك سوف ينتهي فهي ستعود إلى المربع الأول أيضا هذه الأيام الستة ستعيد للمقاومة إمكانية ترتيب أوراقها تدعيم مواقعها على الأرض وبالتالي أن تعود إلى المعركة بنفس جديد ستعطي الفلسطينيين دفعة أمل ودفعة معنوية عندما يروا صفقة التبادل بأن المقاومة قد حققت النصر الثاني بعد السابع من أكتوبر أيضا سيزداد الضغط على نتنياهو داخليا من أهالي الجنود بقية الجنود الأسرة الذين يفرج عنهم الآن هناك خبر اليوم تداوله الإعلام العبري بأن السيد يحيى السنوار أبو إبراهيم قائد أو الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد أوقف التفاوض حتى إشعار آخر احتجاجا على ما حدث في مستشفى الشفاء هذا الخبر لم تؤكده المقاومة أو تنفيه حتى الآن لكن من باب الأمان الصحبية نقول أنه ذكر في الإعلام العبري أشكرك جزيل الشكر الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عزام أبو العدس كنت معي مباشرة من نابلس عبر سكايب إذن إلى هنا مشاهدين نأتي على ختام هذه التقطية المفتوحة التي أفردناها لآخر تطورات مجريات معركة طوفان الأقصى في يومها الحادي والأربعين أترككم بحفظ الله ورعايته السلام عليكم اشتركوا في القناة